عندنا جمهور النادي الاهلي كان بيدعم في هاشتاج شهير مبارح تصدر تويتر وتصدر وسائل التواصل الاجتماعي كلها وكان بيطالب النادي الاهلي بتحييل بطولة وكان بيقول إلعب على البطولة بروح الأبطال ويمكن ده هتاف شهير شهير لجمهور النادي الاهلي طبعا جمهور النادي الاهلي زي ما قلنا كابتن هاني بيعمل دوره في الملعب برا الملعب كل حاجة ليك كلاعب بيوفرها لك كل الدعم بيدهولك يمكن أنا بشوف أن كل الجماهير في الأندية بيبقوا انعكاسات لمرضود الأندية إنما جمهور النادي الاهلي مختلف شوية كابتن هاني جمهور النادي الاهلي فاعل ومؤثر ودايما بياخد من كلمة كابتن محمود الخطيب أيضا أنه شريك في النجاح يعني ده حقيقي شريك في النجاح وده واضح في كل خطوات النادي الاهلي ودايما الوضوح ده بيظهر خلينا نتكلم بكل أمانة في الأوقات الصعبة دايما يعني دايما بتظهر في الأوقات الصعبة أوقات الفرح والنجاح كل الدنيا بتفرح وكل الناس بتفرح وده العادي لكن ما يميز النادي الاهلي في الأوقات الصعبة دايما سوبرت فرقته سوبرت الناديه زمات كتيرة جدا جدا مرت على النادي الاهلي خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا على مستوى الإدارة على مستوى مجلس الإدارة ولكن كان يعني زي ما بيقولوا حاقة الصد الأقوى هو كان جماهيري النادي الاهلي على مستوى الفريق الأول على مستوى مجلس إدارة النادي الاهلي ودايما جماهيري النادي الاهلي هي الداعم وحقد الصد الأول في النادي الاهلي